اشتركوا في القناة فانا هعملوا النهاردة بطريقة واضحة وبسيطة وخطوة بخطوة وتابعوني وان شاء الله انا هعمل كمية تكفي ثمن افراد لان في ناس كتير عندنا نهاردة تابعوني وحقول لكم المأدير زي ما انتو شايفين هي المأدير شكلها بسيط جدا بحتاج 3 كبيات من الرز المصري او قصير الحبة وبحتاج قدهم بالزبط الشعرية وده ربع كيلو من العدس الاسود بنقعه لمدة ساعتين ده حمص شام ومكارونا بحتاج مكارونا سباجتتي ومكارونا صغيرة اصغر حاجة يعني ممكنة ممكن تجيبوا الاكبر سنة مش مشكلة دول 3 بصلات كبار ما قطعهم مكعبات عشان التقلية وتوم بحتاج كمية محترمة من التوم المهروس وده دول حوالي لترين من عصير الطماطم الطبعية بس تعمل الطماطم طبعية مش صلصة مع الكشري للتوابل حاجة بسيطة جدا ملح فلفل اسود شطة او بابريكا للناس ما بتحبش الحراء وكمون وبحتاج خل وبحتاج لمون حوالي نص لمونة يعني بس تعمل البصل الاول بحط عليه ملح برش عليه شوية ملح انا عايزة البصل يبقى مقرمش برش له ملح وخل وبدعكه كويس قوي قوي الاول بتخلص من السوائل اللي في البصل الاول بعد كده هاغسله كويس قوي تحت الحنفية بحطه في مصفة واسيبه يتصفة كويس قوي من السوائل اللي فيه بحط طبعا زيت على النار زيت نباتي والدقيق البصل برش عليه شوية دقيق او نشا او نشا على دقيق وبدعكه كويس قوي بعد كده ابتدي اقلي ده كده حيطلعلي البصل ما ارمش جدا 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 والتقلية تبقى زي بتاعك كشري بالزبط او زي ما انتو شايفين سمعين سوط الارمشة العدس بحطه في الكسرونة وبحط عليه مية حوالي لتر مية هو كمية صغيرة بس بتنفش بعد كده وبسلقه في مية وملح بس الحمص برضو بسلقه في مية وملح العدس بياخد من تلت لنص ساعة الحمص بياخد له ساعة لتلت دلوقتي انا هامل الرز بحط 3 كبيات شعرية الشعرية قد الرز وههمرها في زيت نباتي افضل اقلبها في زيت نباتي كده على النار لحد ما لونها يبقى دهبي غامق الكشري بيحب يبقى فيه كمية شعرية كبيرة بنقلبها طول الوقت عشان ما يبقاش فيه حاجات لونها اغمق من حاجات لما توصل للون الدهبي الغامق ده احط عليها الرز بعد ما بغسله بصفي كويس وبقلبه برضو مع الشعرية انا عايزا يسخن ويبقى كله لونه شبه شفاف بحط اربع معالق من الملح اربع معالق صغيرين ملح وبقلبه برضو معايا عشان يبقى الرزم فلفل لما يبقى لامع ويبقى درجة حرارته يعني ما يبقاش بارد يبقى اتأكد كده ان انا لو حطيتنه الميا مش هيعاكن ههطله اربع كبيات من الميا السخنة ميا مغلية وبسيبه لحد ما يشرب ميته وبعد كده بغطيه ووطي النار على الاخر لمدة خمسة وعشرين دي بعد خمسة وعشرين دي ابا شايك عليه كده انا لقيته لسه عايز شوية كمان سبته خمس دقايق خلاص كده تمام استوا دلوقتي هنعمل الصلصة الصلصة دي اهم حاجة في الكشري هي اللي بتديله الطعم الجميل هحط كمية الطماطم وبحط لها شوية ميا كده صغيرين وهحط لها شوية توم مهروس وشطة لو مش عايزين شطة استغنوا عنها وحطوا بابريكا وبحط نص معلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة فلفل اسود وشوية ملح حسب المزاق دول معلقتين كبار من الخل الابيض بس سبها كده تتطبخ عن نار لمدة خمستاشر دقيقة بدون اي مواد دهنية الماكارونا هسلقها بحط ميا مغلية وعليها خل ورشة ملح وشوية زيت بعد كده هكسر فيها السباجيتي بنكسرها كلها لان الكشري في الغالب بيتكل بالمعلقة فبنصغر السباجيتي كده صغير بيبقى ليها طعم مميز قوي الماكارونا السباجيتي مع الكشري ما يستغناش عنها وبحط كمان الماكارونا الصغيرة وبسيبه يطبخ من خمس لسبعة دقايق حسب نوع الماكارونا طبعا لو انتوا هتعملوا عدد افراد اقل تقللوا الكميات انا هعمل اكل لتمن افراد عشان كده انا طبخة كتير العدس بعد ما بيستويه بصفيه وبرجعه تاني في طاسة على النار وبحط له شطة وملح وكمون وشوية خل وشوية زيت وبقلبه شوية على النار كده لحد ما ينشف خالص من المياه المياه اللي انا طلعتها من العدس ما برميهاش دي اهم حاجة المياه السائل اللي سلقت فيه العدس ده الهامل بيه الدقا بيخليه طعمه حلو كتير احلى من اني اعمل الدقا بالمياه ده السائل اللي طلع من العدس بحط له شوية توم وبحط له بابريكا او شطة وكمون وبعصر نصف لامونة بس وبحط شوية خل صغيرين حوالي معلقتين وبحط كمان كسبرة خضرة سوري كسبرة نشفة ممكن تبشروا عليه جذر لو حبيه خلاص هنبتدي بقى ايه نغرف بنغرف الماكرونة الاول وفقيها الرز الماكرونة اهي تحت تقريبا كميات البعض وبعدين بعد كده هنحط بقى ايه العدس انا هغرفه بقى زي محلات الكشري كده العدس كده على جنب جدتي الله يرحمها دايما كانت بتغرف الكشري في القلب بتبقى بتعمله زي ما تبقى زي ما تكون ترطة كشري بيبقى شكله عمور جدا بس انا هغرفه النهاردة زي ما حلت الكشري اهو حطينا العدس على الوش والحمص والتقلية وهنحط بقى ايه طبعا الصلصة والدقة دي كل واحد بيحط زي ما هو عايز بيتحطه في طبق كده جنب الطبق الكشري كل واحد يحط الكمية اللي هو بيحبها الصلصة والدقة بتجيء الكشري طعمه مميز جدا هو ده اللي بيميزه عن اي اكلة تانية جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعتمدوها وهتعملوها دايما لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك واشتركوا في قناتي لو كنتوا مشتركتوش فيها ولو ليكوا اي طلبات حاملها لكم ان شاء الله بس اكتبولي في التعليقات تحت الفيديو واشوفكم في وصفة جديدة باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة